اشتركوا في القناة الاتحاد الجزائري لكرة القدم وتطالب الجماهير الجزائرية باحترام المدرب بالماضي وضمان خروج مشرف له بعد الانجازات الكبيرة التي حققها خلال فترة ولايته ما بين 2018 و2024 ومن المرجح ان يقوم جمال بالماضي بمبادرة شخصيا تسمح بانهاء خلافه مع اتحاد الكرة وهو ما سيساهم في الرفع مجددا من شعبيته لدى الجماهير ثانيا التفكير في المستقبل تظل امكانية عودة جمال بالماضي لتدريب محاربي الصحراء في المستقبل واردة للغاية خاصة وانه يعتبر افضل مدرب جيله في الجزائر ودخل النجم الاسبق لمانشستر سيتي الانجليزي التاريخ عام 2019 بعد ان قاد منتخب بلاده للفوز بلق به الثاني في بطولة كأس امم افريقيا بمسيرة موفقة فاز خلالها على جميع منافسيه في البطولة ويعلم جمال بالماضي اكثر من اي شخص اخر ان انهاء هذه الازمة بطريقة ودية قد يسمح له في المستقبل بالعودة من جديد لمنصب المدرب الاول في منتخب الجزائر ثالثا الوساطات العديدة تقوم عدة اطراف بتدخلات في الكواليس من اجل ايجاد حل ودي ينهي ازمة جمال بالماضي مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم وتدفع هذه الاطراف باتجاه حصول المدرب صاحب السابع والاربعون عاما على تعويض مالي جيد يسمح بغلق هذا النزاع بشكل نهائي ترجمة نانسي قنقر